شهد نجاح وزارة الدخلية في إلقاء القبض على خلية إرهابية خططت لتنفيذ أعمال إرهابية في المملكة شهد ردود فعل محلية وأقليمية تؤكد التضامن التام مع البحرين لمواجهة الإرهاب والتطرف مواقف مؤيدة وداعمة لقتها عمليات الأجهزة الأمنية التي وجهت ضربة استباقية جديدة للإرهاب في إحباطها لخلية إرهابية حيث وشاد معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملة رئيس مجلس النواب بجهود وزارة الداخلية في القبض على الخلية الإرهابية متمنا ما توليه قوات الأمن العام وكافة منتسب الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من حرص شديد ومتابعة حثيثة لحماية الأرواح والممتلكات من جهته أعرب مجلس الشورى عن إدانته لمواصلة إيران لسلوكها العدواني تجاه المملكة والمتمثل بعملها المستمر للمساس بأمن المملكة وإثارة النعارات الطائفية ودعم وتدريب واحتضان الجماعات التي تصنفها مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتبارها جماعات إرهابية في السياق أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني بالجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة التنظيمات الإرهابية معربا عن تضامن دول مجلس التعاون مع مملكة البحرين ومساندتها لما تتخذه من إجراءات أمنية لمكافحة التنظيمات الإرهابية والقبض على عناصرها حفاظا على أمن المملكة واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها كما عبر الزياني عن ثقته التامة بأن التنظيمات الإرهابية في مملكة البحرين والقوى الداعمة لها لن تلقى إلا الخيبة والفشل الذريع في مساعيها الرامية إلى زعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين إلى ذلك أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية تضامن دولة الكويت ووقوفها المطلق مع مملكة البحرين وتأييدها لكافة ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها كما أكدت سلطنة عمان وقوفها التام والكامل مع كافة الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين لحماية أمنها واستقرارها هذا وقد أكدت جامعة الدول العربية تضامنها الكامل مع مملكة البحرين حكومة وشعبا في مواجهة الأعمال والنشاطات الإرهابية التي تستهدف زعزعة أمنها واستقرارها وعلى خط موازن جاء موقف جمهورية مصر العربية التي أكدت وقوفها مع البحرين في مواجهة الإرهاب والتطرف واربة عن إدانتها لكافة المحاولات الرامية لزعزعة أمن واستقرار البحرين كما عبرت المملكة المغربية عن تضامنها المطلق مع مملكة البحرين في الإجراءات القانونية والأمنية التي تتخذها لحماية أمنها وسلامتها من جانبها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية استمرار المحاولات الإرهابية التي تستهدف النيل من أمن واستقرار مملكة البحرين معربة عن ثقتها بأن المملكة وبمساندة أشقائها العرب قادرة على إفشال المخططات والمؤامرات التي تستهدفها ترجمة نانسي قنقر